أغبط ونور كانت تهضر مع أمينة قالت قال لي يا هدك الشيطان باش نبقى هنا أمينة تصدمات قالت آويلي هادي واش حبقة كانت تقول لسي جوزاف الشيطان وكملت نور هضرتها أنا بغيت نمشي لداري ما نقدرش نعيش في هد القصر بحل الحفر الحراس في الباب وعاد هدك لي ما كيتسماش النهار كل له ويغوت كي حساب ليه راسو هو الآمر الناهي على هذا العالم يا لاطيف كون غير ما شفتش وجهون هارلوه أمينة في هد اللحظة كانت غدا تسخف من لي شافت جوزاف من وردها بني واقف وكيسمع لكلامها مشات بالزربة من قدامها وخلاتها مصدومة قالت هادي مالها وهو يقول جوزاف شنو قلت يا هاديك الحمقة قالت في خاطرها ناري قفرتها يا ربي ما يكونش اسمعني قرب لي هاو شدها من شعرها وبدأت كتلفي عارفاك ما قلت والو وهو يقول زيدي أنا غادي نوريك جحيم الشيطان الحوتالة كان جارها من شعرها وطلحها الفوق تحت أندار الخدامة اللي ما يقدرو يديرو لي هواهي حل واحد الغرفة ولا حل داخل على الأرض كانت نور كتبكي من الألم أما الشيطان كان واقف سد الباب والتحنى المستواها وقال اليوم غادي نوريك الشيطان الحقيقي اللي خلف هاد القناع نور كترجاه بعينيها ورسالها عافك ما درت والو ليك خليني نمشي بحالي بغيت نمشي لداري عينيه حماري والغضب بين عليه كتار من اللي سمع نور قالت تمشي بحالها سد الباب والتحنى المستواها وقالت اليوم غادي نوريك الشيطان الحقيقي اللي خلف هاد القناع نور كترجاه بعينيها ورسالها عافك ما درت والو خليني نمشي بحالي بغيت نمشي لداري عينيه حماري والغضب بين ليه كتار من اللي سمع نور قالت تمشي بحالها شدها من وجهها وقالت تمشي بحالك عاودي فين غدا تمشي اهاد الحمتالة وقالت نمشي لداري دير ضحكاش يثيرة دارك انتي جيتي من الشارع ونهار غادي نمل منك غادي نردك للشارع يا هاد المتشردة نور بدت كتبكي من اللي سمعات كلامه اللي بحال السم نور بدت كتبكي من اللي سمعات كلامه اللي بحال السم هي بقت غير كتبكي وغوت وضربها بطرشة وقال سوكتي يا هاد العاهرة الشي اللي خلى صوت البكادية هيت ذات مقدرش يكدب قلبه قلبه كيقول له باللي شفق على هاد البنت هي ما دارت لواله وهو كان كيحاول يفرغ الغضب دياله من صوفيا في أي مراجعة في الطريق بالاحتقار والتحقيق وخرج وصد الباب ووقف مورا وكيسمع صوتها البيت كان مظلم ولي ما عارفش أنها هي عندها فوبيا الضلام عافاك حل عليا كانت خنقة هنا عافاك مشى وخلاها تلاقى مع حبيبة في الدروج كانت واقفة كتسنة ما صير هديك البنت احتشفت الشيطان وقالت سيدي العشة واجد نقال ما بغيتش حنات راسها وقالت واخا سيد اهبطوا قال ما نبغي حتى شي واحد يحل عليها ومشى الغرفة دياله البس حوايجو وخرج وركفتها موبيل ومشى نور فقدات الأمل في هديك الغرفة باش يحل عليها الدلام خنقها ما بقاتش قادرت تنفس كتحس براسها كتغرق والأكسجين تقطع حتى صغفات حبيبة كتجمع الطفلة هي وأمينة بأسا فوجههم من جهة نور اللي بقاتش فيهم وصلت الجوجة صباح جوزيف جاسكران هو وصوفيا اللي كانت كتلعف شعره وبتسامت النصر فوجهها قالت حبيبي كن بغيك بستار جوزيف ما جاوبهاش غمض عينيه واستسلم للنور وبعد عدة ساعات كانت صوفيا ناعسة بكل أريحي يحدى جوزيف بعد ما ضمنات رجوعها كانت متأكدة باللي غير جعليها لحقاش كانت عارفة كي يبغيها فاق جوزيف من حلم خايف كانت فيه نور كتغرق وهو ما قادرش ينقدها بكات وغوتات واختافات في البحر قبل ما يوصل لها الخمسة الصباح فاق من نعاسه شاف جهة صوفيا اللي كانت ناعسة عليها نحدها وهو يقول في خاطره انت مع المرأة اللي كتبلي عليش ما زالك تفكر في ديك المتشر تكون تراتليها شي حاجة خيبة لا خاصني نمشي ووقفوا البس حويجو في هاد اللحظة فاقت صوفيا من نعاسها وقالت حبيبي خين غادي قال غادي عند نور جاوبها ببرود وهز السوارة بطموبيل ومشى بالزربة وخلصوا فيا كتتخبط في الغيرة والقره والحقت كيدرب الفولون في طريقه اللقصر قال انا اشنو درت عليش درت فيها هاد الحالة الحقير وصل لقصر ودخل وطلع البيت اللي فيه نور كانت خطواته كبيرة في الدروج حل الباب وتصدم من مشهد نور في الأرض قلب وتحذر الخوف اللي عمره حس به احتل هاد اللحظة الخوف من فقدانه هز راسه بقى كيدرب في وجهها بخفة وما كسر ما استجباتش له هز هبن ايديه ودهال بيتو وعيت على الطبيب اللي جاد فيها كان الطبيب كيف حسها وهو غادي جاي في الغرفة ويده في شعره كي حسبي الخوف والضعف اللي عمره حسبيهم سالة الطبيب وجمع الأدوات ديالو وقال السيدة عندها نخفات في الضغط وصعوبة في التنفس وحرارتها طالها راعطيتها حقنة وخسها الراحة وعطيها هاد الدواء جوزيف شكر الطبيب وقلز حداها اما هي تنفسها كانت قيل كانت كتنفس بصعوبة وجهها صفر شد لها ايديها بين ايديه والايد الاخرى كان كيدوزها على بشرة وجهها عينيها وقتار الدموع ما زال فرموشها الكتير بقى حداها حتى للصباح حل عينيه بتاسم لهاد الملاك الجميل اللي قبالته كانت ناعصة فقدراعه وإيدها الاخرى فقصته قرب ليها كتر وبقى كيتأملش فايفها مقدرش يحبس راسه عليهم وباسها قبلة طويلة وحميلة حسوا كأنها أول قبلة لي بحال شي مراهق كي يبوت حبيبته ماقدرش ما زالي بعد على فمها حتى حسات بالاختناق حلات عينيها في خوف وجوزاف فوقها وفمو ما زال على فمها عينيها تحلو بالصدمة وقف وبعد شوية وقال كي بقيت ماقدراتش تجاوب هاد شي اللي شافت من الشيطان كتر من القدرات تتعادها بعدات وجهها منه وقالت ممكن تنوض عليها هاد الكلمة خلاتوا يتفكر ناصر ويبعد على الجسد الهزيل ديالها أما هي نشات الحمام وثدات الباب وقلسات على الأرض كتلكي من ليه خرجات كان الشيطان خرج من اللي بيت ومن الأقصر ارتاحت شوية وقلسات على جانب السرير كتفكر أشنو غدتدير دعبة قالت خاصني نمشي بحالي ما نقدرش نبقى مع هاد الوحش كتشوف رأسها في المراية لمسات شفايفها والجسد ديالها بلا يسلقاظهم بإيدي قالت لا لا الحمقى بلا ما تفكر و بلا ما تحلمي أحلام وردية خليك في أحلامك البسيطة بحالك انتي بالنسبة لي خدامة ومتشردة ربما بغي يستغلك نور انتي ما عندكش حتى شي حاجة في الدنيا من غير كرامتك دخلات حبيبة البيت وقربات لنور وعنقاتها وقالت سمحي لي ما قدرتش النقدك من بين إيدي ما كان بإيدي ما ندير عنقاتها وعينيها عمرو بالتموع جاوباتها نور بابتسام ما شي مشكلة خالصة عارفة اللي كي سكتات وعود قالت أنا خاسني لمشي في حالي من هنا هادك الشيطان شي نهار يقتلني قالت لها حبيبة لا لا بنتي ما عندك فين تمشي بقاي معنا وأصلاً هو وراه وصى باش ما نخليوكش تمشي ووصحت الحراس باش ما يخليوكش تخرجي نور تصدمات هادا أنا غدا نوض نجيب لك تفطري قالت نور لا خارس أنا غدا نخرج نعاونك ونفطر في الكوزينة وهي تقول لها حبيبة قال لينا باش نجيبوا ليك الفطور لهنا ووصاني باش ما نخليكش تنوضي وانتي أصلاً باقة مريضة صافي خليكي أنا غدا نسي فطليك الفطور مع آمينة خرجات وخلاتها في حيرتها مرة كيهتم بيها ومرة كيضربها ومرة كيحن فيها مرة كينعتها بالمتشردة هادا مريضة ديال بالصح بقاتك تفكر هاكا ودخلات للدوش وخرجات بعد ما سمعات الباب تحل وكانت أمينة جابت لها الفطور قالت ليها حبيبة كيف بقيت وهي تقول لها نور لا باس حبيبة حطات صيني يحداها وقلسات جنب السرية قالت نال يا صاحبتي حتى انتي ما كتسكتيش هاوي لكيفاش كتقدرت هدرع ليها كاك وهي تقول على ماله ما لاك نازل من السم وهزات كتافها وبقات أمينة كتشوف فيها بتعجو حمق قالتها لها ومشات وخلاتها نور بقات كتدور في الغرفة للشيطان أما في الشركة جوزاف كان في المكتب ديالي ما قادر يركز على حتى شي حاجة عقله كله مع نور قال شنو درتي فيها علاش كنفكر فيك علاش بتاسم من اللي تفكر عينها وإديها على صدر كان غارق في تفكيره محتاجات السكرتيرا قالت له سيدي أبغيت نفكرك في الحفلة اليوم ديال الشركة بمناسبة الشراكة الجديدة مع شركة أدهر قال لها آف خباري وهز هو التليفون وعيط لسوزان قالت نعم سيدي قال لها أبغيت شيف وسطان ديال الصهرة وهي تقول لسوزان نعم قال لها البنت اللي سيفطليك مع الشيفور دك النهار وهي تقول آه هديك المتشردة جوزيف ضرب المكتب وغوت عليها قال هديك ماشي متشردة يا هد الحقيرة إلا عاوتي سمتيها هكذاك غادي نخنقك بإيدي صوتها بدك يترعب قالت آه آه سيدي سمح لي أنا غدا نوجد ليك أحسن ما عندنا قطع عليها وقال مع راسو علش تقلق احتأ أنا كنسميها هكذاك وهو يقول أنا من حقين قلليها اللي بغيت هيد هي ملكي وعيت على علي اللي هو الحارس والسائق الشخص دياله قال له بغيت تسمشي عن سوزان لمحال ديالها باش تعطيك شي حاجة وديها للدار وقللي هم يعطيوها لنوب قال لها علي وخسيدي وهو يقول جوزيف بينه بين نفسه لا ممكنش أنا غدي نشري فستان البند مدرتها جاحتمعا صوفيا اللي بغيت الإحساس تجاه صوفيا مبدل بالذات على الإحساس اللي حسيتو قدام عينين المتشردة وناد من بلاستو بغضب وذات ما كانش قابل هيد الإحساس الغريب عليه وفي القصر كانت نور كتدور مع الخدم في الدار كتقلب علش نود دير ما قدرتش تبقى ناعسا عمر هامة ولفات الخموم قالت حبيبة نور ايش مشات بالذربة عندها فرحات أخيرا لقات لها فاشتعاون وعطتها حبات ديال الدواء وقالت شربي هادو را خلى لي الدواء وقال لي ملة فطرين اعطيه ليك صدمات نور وهي تقول كيف ما ديمة الشيطان خلى لي الدواء منين جا هاد الحنان العجاب حبيبة ضرباتها على راسها وقالت شربي هاد الحمقى وثكتينها منصدع خداتها منها وشرباتها حتى تفاجأت بالحارس دخل وقرم منها هاد الحارس مازال كيركب فيها الرعب منهار شافته قال هاد شي صيفته ميسيو جوزيف ومتلي هوم وشبد حاتف منجيبه وعطاه لي ها حتى هو قال قال ليك ميسيو جوزيف خلي هاد التليفون عندك ومشو خلاها فمها بقى محلول من صدمة هادا وش تصدت شافت في التليفون وعجبها قالت ازوين وهي تقول لها حبيبة بصحتك بنتي زوين بالزار فرحتها تحولات الحزن بان على وجهها وهي تقول لها حبيبة ميلك يا بنتي قالت ما نعرفش نخدمه شوفي ره مطفي وعيطات الأمينة جات وقالت شوف يا بنتي شعلي لها هاد التليفون خداته أمينة في إيديها وقالت واو زوين عند كيز ظهر العفريتا كاتهدر معاها وكتشعل لها في التليفون وهي تقول لها واقي لها ميسيو جوزيف طاح فيك قالت نور طاح فيا وهي تقول لها أمينة آه يمكن كيبغيك هاد الحمقة قالتها ليها وعطعتها التليفون من بعد ما خدماته وهي تقول نور انت اللي حمقة أمينة ما جاوباتهاش وضحكات ومشات نور سهات في التليفون وفي كلام أمينة وهاد الهدايا الفكرة ديال جوزيف كيحاول يغويها بالفلوس جات في بالها ولكن علاش أنا راه هم بزاف وفلوسه تخليه يدي أجمل جميلات بغاني نسمح ليه على مدار فيا البارح والله لسمحت ليه كالمجرين قالت هاد شي وهزات هادوك العلب وطلعت الفوق تضمات فشافت فستان زوين كحل مع سبات الطالون كيحمق وساك صغير وهوي صوني ليها التليفون في إيدها وجاوبات قالت آلو آلو يعني تجاوب ورجعت كتشوف الفستان ووقفة قبالت المراية كتقول هم زوين بزاف بحال ديال الأميرات شنو غندير بيهو؟ وفي المكتب عند جوزيف إجلس كيضحك على الغباء ديالو بعد ما صيفت رسالة نصية لنور على التليفون قال كيفاش فكرت نكتب ليها وهي ما كتعرفش تقرأ من بعد نشوف مع هاد المشكية هز تليفون مرة أخرى واتصل بها من جديد نور قفزها صوت التليفون هذا أول تليفون لها ما موال فاش عليه هزاته وجاوبات بكل تيق قالو قدمت وقف عروقي كيسمع فيه وهيكا تعاود تقول قالو قالو احتل آخر لحظة قبل ما تقطع وهو يخرج من سهوته وقال جاب ليك علي دكش اللي سيفط ليك ضحكت وقالت آرى باينة جابهم لي ركت هدر معي بالتليفون اللي اعطاني وجهه والأحمر جوزيف العقل الأعظم والمدبر لكثير من الأعمال اللي شاركته طاحت عليه البلادة والغباء أمام هاد المتشردة الغد برجع عليه وتكلم بنبرة غاضبة وقال مع الربعة نبغيك تكوني جاهزة نور قالت ها هو يقول أوف يا ربي صبرك مع الربعة تكوني واجدة غادي نجيه باش تمشي معايا لبسي هدك الشي اللي وصلك يالله بسلامة واقطع عليها وهي تقول حقير جوزيف لح تليفون بلا مبالات على المكتب بحليه كيهرب من شي حاجة أه كيهرب من اهتمامه بنور وراسه اللي ولا عامر غير بيها نور فرحات من بعد المكالمة باين من الفستان غايد ديها لشي حفلة عمرها محضرات الحفلات كانت متشوقة بزاف وفرحانة أول مرة غدا تحضر لشي حفلة بقيت كالدور غتمة عيطات الأمينة بشتعونها تلبس ولكن كيف ما باين أن أمينة حتى هي اكتار منها ما عرفت ما تدير لها أما حبيبة فما يقوس منها وهي تقول صافي ما غداش نمشي لهد الحفلة ما كنعرف لا نلبس ولا ندير ماكياج خرجات أمينة وخلاتها شادة الفستان في إيدها وقال ساعة لجنب السرير الوقت كيدوز بسرعة ووصلات الثلاثة جوزاف خرج من المكتب ديالو وتكلم مع السكرتيرا قال قولي الموظفين صافي يقدروا يمشي اليوم استثنائي عادة كيساليو حتى الستة ولكن اليوم بمناسبة الحفل كان خاصهم يخرجوا بكل اركفت موبيل وقال ديني للدار قالوا علي واخا سيدي ووصل جوزاف وحل الباب وكانت حبيبة وأمينة قدامه وعينيهم في الأرض قال وجدات رأسها هديك المتشردة قالت حبيبة لا سيدي ما عرفاتش تلبس طلع البيتو حل الباب وكانت ناعسة ومعنقال فستان قرم منها وحيت شعرها من فوق وجهة وقال فخاب درو علش كتقطري في يل هاد الدراجة يهد الحنقة وبدك يمسح بيديه على بشرة وجهها الناعمة حلات عينيها وتخلعات حطات يدها على صدرها وقالت اخلعتيه قال ليها نوضي انتي فين ما مشيت نلقاك ناعسة علاش ما وجدتيش راسك حتى لدابا الحفلة غدا تبدأ وهي تجاوبه بحزن ما عرفتش قال ليها كيفاش ما عرفتيش ما عرفتيش تقرأي ميساش ما عرفتيش تلبسي واش كين شي مرة ما عرفاش تلبس اوف جمعوا الدموع في عينيها من كلامه ضروري يفكرها باللي امية ويفكرها باللي متشردة في كل مناسبة وجاوباته بتحدي وعينيها في عينيه وقالت اه كاي نام را ما كتعرفش تلبس واللي هي انا وعطاته الفستان ومشيت الباب باش تخرج شدها من ايديها ودارت عنده اللمسة دياله كتخوفها جوجها في صدره وتفكرات الوشم وما عرفتش علاش الدموع صبقوها وشحكات حتى سمعها وهو يقول سكتي كانت كتحاول تمسع عينيها وهو هز التليفون واتصل بسوزان وقال ليها بغيتك في القصر دابا قالت ليه سوزان واخا خمستاشر دقيقة ونكون عندك ومن بعد لحظات كانت نور في غرفة خورة مع سوزان وبفضل خبرة ديالها خلاتها كتبان بحل الاميرات ولكن ما زال مشكلة اخو واللي هو الطالوم نور ما كتعرفش تمشى بالطالوم وبعد جهد جاهيد من سوزان اخيرا قدرت تمشي بيه ولكن بطريقة بطيئة حتى كيسمعو الدقان الى الباب وجوزاف كيغوط واش غنقاو هنا يلا حل الباب وهو يتفاجأ واو جات غزالة هاد الحمقة غادة تخرج ليه عقلي نظرات اعجاب متبادلاء بينهم تاه واجه غزال ببدل توسة وبداء وهي تقول سوزان سيدي ره نور ما عرفتش تمشى بالطالوم مزيان خاسها ما زال ما خلاهاش تكمل هضرتها وهو يقول خاسنا نمشي يلا قالت اه انا جاي تبعاته وخلات سوزان في حيرتها قالت في خاطرها زع ما يكون مرتابط بهد المتشردة وصوفيا وضحكات بشماتها وقالت متكبرة تستاهل اركب جوزاف في الطموبيل وركبات حدا هنور اما الحارس تبعهم بطموبيل اخرى حتى وصلوا لقاعة كبيرة امزل ونزلات حتى هي وكتحاول تمشى بشوية مول الفاتش لا حوايش بحال اللي يلابسها ولا طالون شاف فيها وقال مالكي قربات ليه ودارت دراحة بدراحة وقالت خليني شادة فيك عافاك خفت نطيح بهذا الطالون مقدرش يحبس الضحكة وقال غبية قالها وتمشى معها لداخل قالت شوف ما تبقاش تعيرني بالإيطالية وهو يقول العجب كيفاش فهمتي قالت له آه حصلتك عيرتيني وهزات راسها بشو موفو قالت وخا ما كان فهمش الإيطالية ولكن منها درتك كان عارفك حفظت حركات وجهك وصلوا لباب الرئيسي ودخلوا غير دخل وبدأوا الناس كيجيوا يسلموا عليه الشي اللي خلاها طلقات من ايدو واخدت زاوية لها وقفات فيها وكانت أندار بزاف الناس عليها إعجاب وفضول باش يعرفوش كون هادي اللي قدرت تشيه في بلاست سوفي تازي السرباي من حداها واخدت منه عاصير شربه عينيها مزقاوش كتشوف هنا وهنا القاعة كبيرة والناس اللي فيها باين عليهم الخير من المجوهرات واللبس اللي لابسين وكاني الموظفين شافتهم دك النهار في الشركة وكاني السكرتير احتهي كيهضروا مع بعدياتهم إلا هي ما لقات معامل تجمع ما كتعرف حتاحت وقض حدا هشاب بواسين كان لابس مزيان ريحتو ذوينا بزاد وفي ايدو كاس اعطاه لي هوقاي خودي هادا غادي ونسك كتر من الكاس العصير اللي في ايدك بقاتك تشوف فيه ما فهماتوش حتى اللحظة اللي حطات العصير واخدات منه الكاس مد لها ايد ديه وقال يونس قالت متشرفين ونور وهو يقول هادشي علاش كنقول حفلة منورة بتاسمات ودازتشي نص ساعة او لكتر وجوزاف من ضيف لضيف كيطلقوا هادا وشدوا هادا بالهدا اما نور فكان يونس ممنسها انساج مات معاه وجاهد ريف وقيع رفهدا وكانت كدحك مرة مرة على النكت اللي كيقول احتل واحد اللحظة حسيت بالدوخة حطات الكاس اللي كان الخامس او لكتر وتكلمات خاصني نخرج من هنا تخنقت شد هاي ونس من ايدها وقالها اجي ومشاو الحديقة دلقاها وقلسها على كرسي جنب المسبح شوية وهو يقول شوية دابة سولها وهو شاد لها في ايدها وهي يقول اه مزيان دابة اعجاب يونس بنور كان باين ما حاولش يخبيه منلي دخلاته هو كيصفيها باجمل الصفات قرم من فمها ونور تحت تأثير الكحور ما عرفات شنو طاري احتى شافت وواقف بالصيف عليه دارت ايدها على فمها منلي شافت جوزيف بشانق عليه احتى وقف وضربوا لوجهه وطاح في المسبح جرها من ايدها وكتقول اي بشوية دارتيني مدهاش فيها دخلها للطوموبير وكسيها وكانت علامات السكر باين عليها الصفات خلاته تماء من كترة الجر لجرها طار لها من رجليها كانت حفيانة وكتخربش في رجلها وهو واصل قمة الغضب وهي كتهدر ببرود رجلي توصخه اوف منك شوف رجلي كيف ولاه بسبابك هي كتهدر وكتزيد تطلع ليه الزعاف قالت علاش ضربتي يونس هو راه ضريف ماشي بحالك كلماتها كانت كافية باش تخليه الفط ويدرب ليها راسها مع الزاجد الطموبير واخيرا وقفت طموبير ونزل اما هي كانت كتشوف منزاج ديال الطموبير وقالت احنا فيه حل الباب وجرها من ايديها وقال نزليها الحقيرة انا غدي نوريك فين احنا دخلها الكوخ ولاحها على الارض وقال انتي حقيرة اشنو كتحسابي رازك داغي يخلقتي جو مع هاداك الحتالة اللي بحالك وكتضحكي معاه قالت اسميته يونس وهي جالسة على الارض اما هو كان واقف وعينيه تحلو من الصدمة والجرأة ديالها تحنعليها وهزها من عنقها وقال عاودي اشنو قلتي عينيه كيش جمر اما عينيها كانوا دابلين من السقل قال عارفتي شنو انا غدي نقتلك ونتهنى منك ونوريك الحتالة اللي خليتي في بوسك كون ما جيتش في اللحظة المناسبة تعصب والغيرة بغت تحمكو ما عرفش كيفاش وعلاش كيغير عليها وهي تقول عينيك زويني قاك يشوف فيها مصطوم الدم تجمد فحروقو من كلامها وعيد هي ما ما ديهاش في كلامها طيّر على وجهها كتر وقال بغت تسطيني البرهوشة اينا كنهضر في جيه وانتي في جيه شنو بينكو بينا ادوي ما جاوباتوش وقفات على سباع رجليها كتحاول باش توصل لمستواه وباش توفهمه وجهوت بتدلون فيه من الصدمة ماقدرش يرفض هاد الاحساس الزويني حتى هو شد وجهها وبازها حتى كيكتاشف انها نعسات هزها وحطها فوق من السرير واتكحدها بحرم الأفكار البرهوشة كتحاكمي ليه في عقلي وكتوقفي الغضب ديالي حسابك من بعد وعنق هون عزي وفي الصباح فاقت وحلات عينيها على السقف الخشبي تخلعات ما عرفاتش رأسها فيه قالت اش هد شي قاعدك الشي اللي تراه كان حلم كنت كان حلم هاد هو الكوخ ديالنا انا وهيبة وصفاء وهادك الشيطان كان غحل اوف وتنهدات دورات عينيها وكتشفت ان الكوخ فاخر جدا بقاتاته كوخ جاب ليه مجهز كل شي عمرو عينيها بالدموع من الحصر وتمناتكم كان حلي وكانت معاها صفاء وهيبة وبدأت كتبكي وقالت صفاء سمحي لي يا حبيبة ما وفيتش بوعدي وما جبت ليكش الوردة ديالك حل الباب وسمع شحقاتها وهو يقول مالكي تاني ما جاوباتوش قربل عندها وقلس حدا السرير وقال مالكي قالت ابغيت نمشي للمقابر وهو يقول شنو؟ وهي تقول ابغيت نمشي نزور صحبتي نهدت وقال نوضت فطري وأنا غنبديك وقفت من البكة وقالت بالصاح طارت من بلازتها وعن قاتل وقالت شكرا شكرا بالزاف حسات بالإحراج وبعدات الجسد ديالها وهو ما دار حتى شيرت فعلي خرج وقال ليها نوضت فطري قال سين كيف طروه هو كيشوف فيها باينما عقلات على والو من الشي اللي ترى البارح وقال حمقة قالها بصوت تقريبا مسموع وهي تقول صافي ساليت يلا هنمشي وهي فرحانة قال صبرين بدل حويجي مشاء وخلاها وتفكرات حويجها هي ما زالة لابسة الفستاند السهرة وهي تفكر يونس ولبوسة لباسة الشيطان تفكرات كل شي وقالت يلا هنمشي لبسات بانتو فلقت هاتمه مع هاداك توب ديال الحفن شكلها كان كيضحك تبعاته وراسها في الأرض ركبات في الطموبيل كان مرة مرة كيشوف فيها بطرف عينيه سكتات كيقول ما لها سكتات فجأة كانت متحم صغير دابة وقف في السطوب وجاطف لصغير لجهة الجاج حدا نور وقال عافاكي شري مني وردة بقيت كتشوف فيه وعينيها دام عين وهو يقول اعطينا دك شي كامل دل ورد افرح الوليد الصغير ومشا الجيه تو وعطاه قاع الورد وعطاه جوزيف الفلوس ومشا فرحان تحركت الطموبيل وعطاه هالورد وهو مبتازم ديت ومنو ما قالت واني حتى وصلوا المقبارة وهبطات بالزربة والورد في ايديها اما جوزيف بقى في الطموبيل قلسات عند قبر صفاء وقالت حبيبة سمحي لي تعطالت عليك ما جيتش عندك ما نسيتكش انا رهكر بغيك بزاف اختي غير ما قدرتش نجي هاد الايام عرفتي يا حبيبة جبت ليك بزاف دلورد انا غادي نخليه ليك هنا كامل توحشتك بزاف وتوحشت هيبة حتى هي مدة ما شفتهاش توحشت نعنقك اختي كتهضر وهي كتبكي قالت عرفتي انا تلاقيت بوحد الملاك دريف بزاف كون شفتيه غدا تحبيه بحالي حسين هو راد لي البال مرة مرة كي غوت عليها ولكن استاهل وبتاسمات بحزن وقفات وباست الاسم ديالها على الرخامة اللي عند راسها وقالت انا كان واعدك غدا نرجع عندك في اقرب وقت هزيت راسها وهي تشوف جوزاف قربت منه وقالت نمشيه ركبوه في الطموبيل وهو يقول شكون هو الملاك اللي عودتي لصاحبتك عليه صدمات وقالت كتجسس علي قال ليها غانمشيه والاقصر دابا وغادت بدلي حويجك باش تمشي تسجليه في المدرسة نور بغتطير بالفرحة وصلوا للاقصر دخلات نور وجوزاف قاكيهضر في التليفون مع مدير مدرسة خاصة وهي تقول لها امير فين كنت يا الحمقى ما تقوليش ليد ووزتي اللي لكون له معاه وهي تقول له اه معاه ولكن ماشي معاه اللي على بالك ضحكات وخلاتها غارقة في فضولها ومشات نيشا للدوش دوشات ولبسات تحويج خرعين كانت جابتهم لها امينة بأمر من ميسيو جوزاف رجعت بزربة للطموبيل وقالت واجدة وعينها مازالين على الارض ركبات وانطالق ومر مرة كان كيشوف فيها وكيقول في نفسه هادي ما ينهم اللي فاقت وهي ماشي نورمال تكون عقلات علشنو دارت البارح شاف فيها بنظرة جانبية شريرة وقالت مالكي ساكتا عقلتي علشي حاجة من نبثالتك ليه مخلحة وقالت ناري قفرتها وبقيت كتلعب سبعانها وجهها حمار ما كرهاتش تحل الباب ضد الموبيل وتهرب وهي تقول ها؟ انا البارح شنوقع؟ او هو يقول موقع والو يلا هنزلي هحنا وصلنا دخلت معاه الوحد للمدرسة كبيرة كانت نظرات الإعجاب في عيون لبنات باينة كيتهامسوا مع بعضياتهم على جوزيف وصلوا للمكتب المدير وسلم عليه وحتى هي سلمات وهو يقول المدير ميسيو جوزيف قلتي هي خاصة تبدأ من الول قال له جوزيف اه من الول وهو يقول المدير صافي اوكي عندنا أقسام خاصة بالناس اللي كتجي من دول خورة كتتعلم العربية ومعاهم أميين الناس اللي ما حالفهمش الحد باش يقراوا بحال هاد الشربة واخها انا غدي نسجلها كانت كتشوف في الأرض وكتلعب بيدها حشمانة من عمرها وما كتعرفش تقرأ وهو يقول شنو الاسم ديال الانيزة قال جوزيف نور بدان مدير كيسجل المعلومات وهو يقول الاسم العائلة وشاف فيها جوزيف والمدير باش تجعوه وبدأوا الدموع كيتجمعوه في عينيها أكيد هي ما عارفاش اسمها العائلة عندها اسم خاص باش كيعيطوليها وصاف جوزيف دارك الموقف وقال سالفاتوري نور سالفاتوري هو يقول المدير واخها وخاصها تجيب شهادة ميلاد قال له جوزيف بصراحة شهادة ميلاد ديالها في إيطاليا خاص الوقت باش نجيبوها وهو يقول للمدير صافي واخا ماشي مشكي من غدا تقدر تبدأ معانا وقف جوزيف وشكره وشكراته احتنوه ومشا ركبات حداه بصمت وخرجها فضولها من الصمت قالت فين القيتي ليهد لكنية ديالة سالفاتوري كنية كتضحك واش مني تكت كذب على المدير زايدة في إيطاليا وانا حياتي كاملة وانا كان حلم نشوف روما قال لها جوزيف سالفاتوري اسمي العائلة الحمقى وهي تقول نو اسمح ليه ما كنتش عارفة ومن بعد لحظات وسطه الاقصر ونزلات اما هو كان خاص يمشي للشركة وهي تقول شكرا حتعطيتيني كنية قالتها ليه ودخلات اما هو مشى للشركة امينة كانت في الغرفة مع نور ويدقول بالصاح غدا تعلمي مزيان حبيبة فرحت ليك هاكا غدا تحس براثك مزيان جاوبتها نور اه بالصح غدا نتعلم هاكا غدا نقدر نخدم ونعتمد على راسي عنقاتها امينة وقالت ليها مبروك عليك حبيبة مشيت وخلاتها وفي الشركة كان جوزيف كيعطي الأوامر ومتبع الخدمات يعني حتى كيسمع الدقان في باب المكتب قال ادخل وعينوا ما زالين على الوراق اللي قدامه جمعات عليه الخدمة بسباب البرهوشة كيف ما كيسلميها هز راسو وكانت صوفيا كاتمايل في مشيتها كيف ما ديما بطريقة الدلال ديالها ولابسة كعب عالي حط استيله من ايده وقال مرحبا صوفيا قربت ليه وقلسات رجل على رجل بخادها كلهم كانوا بينين وهي تقول متوحش تانيش ما جاوبهاش صوفيا كتحاول تصنع الحزن وعينين جوزيف عليها معرفش علاش فهادي كل لحظة بالضبط حس براسه عمره ما بغاها طريقة تصنع الحزن ماشي بحال طريقة البرهوشة فشكت قلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر